بيبدأ المسلسل مع لي اللي بتكون مهندسة شطرة وبتجهز كده علشان تروح الشغل بتكون كاتبة ملاحظات كده على المكتب بتاحها واهم ملاحظة فيهم هي الحرية وبنفهم بها انها مستنية حاجة معينة تحصل علشان تحس انها حرة بتمش بها بسرعة لانها متأخرة وهي خارجة بتقابل يونج وبيكون مأجر عندهم كده اوضف بيتهم وبيبان من لبسه كده ان هو غريب الاطوار وبتطلع عمها ورقة وبتقولها انت عايزة تمشي من غير ما تاكل من ايدي يا جميل انت ولا ايه وبيبقى الراجل وقف مستقرب كده بعدين بتديلها ورقة وبتقولها انفخوا يلا يا حلوة وده على اساس يعني انها هتجيب لها حظ سعيد بعدها بيظهر معانا جي وبيكون هو كمان مهندس وبتزعق له صاحبة الفندق وده علشان مدفعش الاجهار ابن عرف من كلامه مع صاحب يعني ان هو غني اصلا لكنه بعد كل حاجة وكل ما يملك علشان يستثمر فلوسه وشكله هيبقى على البلاط قريب ولما بيوصل للموقع اللي شغال فيه بيشوف البطلة وهي بتتخانق مع العامل لانها شايفة طريقة شغلهم غلط بيروح يتكلم معه وبيحاول يفهمها يعني وجهة نظره لكنها مش بتقتنع وبتعرفه ان هو هيندم وبتمشي بتسيبه بعد ما بتستفزه بطريقة كلامها كده وفعلا بيحصل مشكلة في الشغل وبتجي هنا بقى البطلة القوية اللي مفيش منها اتنين في الدنيا ديت وبتحس بالفخر ان كلامها طلع صح في نفس الوقت بتظهر ريون اخت البطلة بتكون واسقة من نفسها وماشي تقولي ارض تهدي ما عليك قدي وبيعرض عليها شاب كده اغاني انها ترتبت بيه وهيدي لها فلوس كتير لكنها بتقوله ارتبت بك انت يا جربوع وبترفض وبتقوله يلا شوف انت رايح فين فبيقمر هو الحراس بتقول ان هم يمسكوها وياب تهرب منهم كده بيظهر شاب وبيكذب وبيقول ان هو جوزها وهم طبعا مش بيصدقوه فبياخدها وبينط في البحر بيتكلموا سوا وبنعرف ان هم اخوات والن اخته بتحب تتعامل مع الناس الاغنية وبتسيبوا وبعدها بتروح الشغل بتكونهم البطلة في السوق وبيكلمها ابنها كده بيسأل عن الهدية اللي عايزاها بتقوله يا ابني ده انت هديتي ده كفا ان انت تقابلت في جامعة مهمة دي احسن هدية في الدنيا بيقفل معها وبيبدايق لانه كدب عليها وهو مش طالب في الجامعة ولا حاجة وبيكون شغال دليفري ومخب عليهم نورح للبطلة اللي مقدمة في مسابقة بتقدم شغلها كده وبتكون المسابقة دي مهمة بالنسبة له خالص لانها لو فازت هتتعين في الشركة وتاخد فرصة انها تتضرب وده حلمها من زمان لكنها بتكون متأخرة وبتخبط فيها عربية بس مش بيحصل لها حاجة الحمد لله بتشوفها كده صحبة العربية جانج وبيبان انها عرفاها ولما بتوصل بيرفض الامن ان هم يدخلوها لانها متأخرة لكنها بتدخل بطريقة غريبة كده وبتسلم الملف على اخر لحزة وبيبص لها الكل على انها مجنونة وفي نفس الوقت بتشتري ام البطلة تورتة عيد ميلاد وبنعرف ان الكل اللي في البيت عيد ميلاده في نفس اليوم لانهم اصلا مش ولادها وانها متبنياهم هم التلاتة علشان كده قرروا ان هم يحتفلوا بايد ميلادهم يعني في يوم واحد او بالمرة يوفروا وهي راجعة بتشوف ولاد بيلعبه وبتعد تتفرج عليهم وبتجي هنا امهاتهم وبتكلموا سوا وبتلاح ان هم معرفة قديمة ووسط الكلام بيحصل حاجة غريبة الست بتقول لها على فكرة انا عارفة بموضوع ان انت سرق عيل من ايالك التلاتة وده ايام لما كنت شغالة خدامة عندي ايالة غنية بتتوتر وبتنكر انها اشتغلت خدامة اصلا في يوم من الايام فجأة بتختيف الست دي من قدامها بتفضل طول الطريق تفكر في كلامها وبنكتشف ان فيه سر كبير وراها بيظهر معانا ابو البطل وبيكون شخصية اسية جدا لدرجة انه بيزعع علشان لها حتة ورق بس قدام البيت ما امال لو جيه القضة بتاحت بقى يعمله المهم يعني بنعرف ان فيه مشاكل بينه وبين ابنه لدرجة ان امراته لما بتكلم ابنها تتطمن عليه بس بتتكلم بصوت وطي قوي علشان ما اسمعهاش ولما بترجع البطل البيت بيجي كده لمامتها مكالمة وبتكون من صاحبة البيت وبتعرفها انها ترجع في اي وقت ولازم يشوف لهم مكان تاني وبيتدايوا لان معهمش فلوس لكن امهم مش بتهتم اصلا وبتقولهم يحتفلوا بعيد الميلاد وبعد ان بقى نفكر في المشاكل وهي دي الدماغ الصح اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وهم بتعشوا وبيرن حد من مركز التبني كده على البطلة بيقولها بقى ان فيه حد شاف الالان اللي هي عاملها وبتقولوا انها مامتك الحقيقية بتسمحها خالتها وبتزعلها لانها بتدور على اهلال حقيقين وده بالرغم من اللمك بتتبني عملته علشان تربيكي وبتكون شافها نكرة للجميل بس البطلة بتاعتناها مسهلة يعني بتقولها بصي عمتي او يا خالتي مش عارف الله انت متقرب ليش اصلا انت بتروح تتجاوزي وتضيع كل فلوسك بعدين في الاخر ترجع تعيش معنا تاني فبتتعصب من كلامها وبيباني ان هما الاتنين مش بيحبوا بعض خالص فخالت بتقولها خلاص انا هقول لمك بان انت بتدور على اهلك الحقيقين فبتهددها انها لو قالت عليها كده هتعرفهم انها ضيعت الشقة بتاعتهم وما عندهمش مكان ينقلوا فيه وانت شوف بقى رد فعليهم لما يعرف انهم هترموا في الشارع بسببك بتخاف كده وبتسكت نروح للبطل اللي بيزور صاحبة ممتو بيكونوا قريبين من بعض كأنهم عيلة واحدة بيبان ان جنج معجبة بيه لكن مش بيكون مهتم بيها نرجع لبطلتنا تاني بتكون متضايقة وبتفكر لو المرة ديت يعني هيكونوا اهلاب جد ولا كالعادة يعني اللي انها تابت من كتر ما بتدور بتروح تتكلم مع مامتها وبتتفاجئ انها عارفة ان خلطة ضيعت شقتهم وبتطلب منها تبطل تلوما لنهاية كمان متضايقة في نفس الوقت بتظهر ام جنج وهي مسكة صورة بنت صغيرة بتتكلم قد ايه هي وحشاها التاني يوم بتروح البطل للمركز التبني بتخبط فيها وبيوع منها لعبة كده وبتمسكها باستغراب ولما بيرجع لها الحارس بتشكروا انها غالي عليها قوي وبيبان ان في رابط بينهم هما الاتنين بتدخل بطلتنا وبتقابل ست بتقول انها بنتها بتحضنها وبتبص في التليفون بتلاقي مامتها بعتالها بتشوف الرسالة بتلاها صورة تشيرتي اشتريتوا لها فبتكون حاسة بالاسف عليها لانها بالرغم من انها بتحبها لكن نفسها تلاقي اهلال حقيقيين وعارفة ان ده هيكسر قلب مامتها وبتكون الست جايبالها كده اكل كتير وبتاكل معها وبتمشي لحد لما بيعملوا اختبار وبيتأكدوا انها بنتها وبيستنوا بقى نتيجة تصدر علشان يعرفه فما تنساش هم مستنيين اللايك الجميل انت يا جميل والاشتراك بتاعك علشان هانت واكد مش هتخسر لو فعلت جرس التنبيهات يعني علشان الفيديوهات توصلك على طول بعدها بتقابل البطلة كده مامتها بتوريلها اللابس اللي اشتريتوا ليها وبتغدوا سوا وهي راجعة بتشوف نفس الست اللي قابلتها في الحديقة بتجري وراه وبتسألها تعرفها منين لكنها بتنكر انها شافتها قبل كده وبيبان ان في شاب بيرقبها وبتعد الست دي مع واحد وبتكلموا انهم عايزين ينصبوا على حد واول لما بيشوف الشاب بتخافه وبتهرب وبيهدد الشاب الراجل ان هو يخلي بعيدا الموضوع في الوقت ده بتكون اخت البطلة في شغلها فبتجي بنته وبتكون صاحبتها القديمة كده بس ايه الزهر لعب معاها والفلوس بقت في ايديها لو ايه بقت مطربة مشهورة بتتنمر على صاحبتنا كده لكنها ما تعرفش انها نينجا بتدالها علقة محترمة علشان تعرف مقامها نروح بينها للبطل اللي بيستغل ان باباه مش موجود وبيزور مامته كده اللي بتكلم اخوها في الشركة يعني ووسط الكلام بتعرفوا ان ابنها بيزورها فبيسمعوا جوزها بياخدوا التلفون وبيتكلمها بيسألها انت اعدا مع ابنك ولا ايه بتنكر كده ان هو موجود وبيباني ان المشاكل بينهم كبيرة فعلا نرجع بها للست اللي بتقول انها ام البطلة الحقيقية وبتروح لبيت البطلة فبتخلي كده خلتها واخدها يعني يشغلوها علشان امم ما تاخدش بالها وبتتكلم مع الست وبتقولها ما نفعش تقبلها غير لما تأكدوا من نتيجة التحاليل لكن في الحقيقة ان البطلة بتكون حاسة انها مش مامتها الحقيقية وبتكون كده كده مش مستنيه النتيجة وبعد ما بتدخل البطلة بيظهر نفس الشاب هو بيبص على بيتها اخت البطلة بقى بتزعلها لانها بتدور على اهلال حقيقين وبتخنقوا سوا كده فبيدخل اخوهم وبيهديهم وبتسمحهم مامتهم ولما بتروح لهم تشوف في ايه ولكنهم عملوا اي حاجة اولاد لعيبة الصراحة بتضلع كده البنت صغيرة وهي حتى مزك وبيكونوا بيعملوا كل جهدهم علشان يخب على مامتهم ومش عايزين اتعرف يعني ان البطلة عايزت لقي اهلال حقيقين ويتعيش معاهم وبنكتشف ان مامتها عارفة اصلا لانها قابلت الست وهي بتدور على بيتهم وبتعيش تفكر هتعمل ايه بقى علشان تخلي بنتها جنبها وتاني يوم بتعرف البطلة انها فازت بمسابقة التصميم وبتكون مش مسادها نفسها بتقول لبطلنا اللي بفرح لها قوي وبتعرف اهلها وبيكونوا كلهم فرحنين لانها كانت مهتمة بالمسابقة واخيرا فازت بها الحمد لله في نفس الوقت بتشوف جنج كده اسم البطلة وهي بتغير اسماء اللي فازه وبتدهي قوي وبيبان انها بتكرهها ومش نويلها على خير وفعلا لما بتروح البطلة الشركة علشان تاخد المكافأة بتقول لها موظفة الاستقبال ان الحكم للأسف لغا فوزها لأ وكمان اتهموك ان انت سرقل فكرة ديت وطبعا بتكون جنج هي السبب وبتروح البطلة تجيب التصميم اللي اشتغلت عليه لسنين علشان تثبت انها ما سرقتش حاجة ولما بترجع الشركة كده بترفض موظفة الاستقبال اصلا انها تدخلها بتقولها ترجع بعدين وبتخلي الامن يترضع لكن كلنا عارفين بنتنا مش بنت عادية مش بتستسلم بالسهولة دية بتفضل برة تحت المطر مستنية ولما بتشوف ام جنج كده بتمشي وراها لحد البيت وبترفض الخدمة انها تفتح لها لكن ام جنج لما بتشوفها بتكرر تفتح لها عادي لما بتلاها بتقول ان فوزها في المسابقة لغا وبتتكلم معا كده وبتقولها ان محدش بلاخت ده وبسط الكلام البطلة بتفقد الوعي كده لانها تابت من الوقفة تحت المطر لوقت طويل خالص ولما بتمسكها ام جنج بتفتكر بنتها وبيجي لها ذكريات عنها فبتدخلها وبتجيب لها دكتور ولما بتفوق بتوري لها الدليل واللي بيكون عبارة عن تصاميم معمولة من وهي في عدادي لكنها بتقولها للأسف ده مش بيعتبر دليل بتزعل البطلة جدا على مجود السنين اللي ضاع بتيجي اختها تاخدها بعدما عارفت انها فقدت الوعي وهم خارجين بتشوفهم جنج وبتتوتر ولما بتتكلم مع مامتها بتعرفها انها نفس البنت اللي اتنمرت عليها وهي في عدادي وبسببها يعني جنج سابت المدرسة وبنفهم سبب الكرة دلوقتي وفي بيت البطلة بيحاول كل اهلها يواسوها لانهم عارفين ان المسابقة كانت حلمها الوحيد وتاني يوم بتجي المطربة الحربية ديت وبيدهي اخت البطلة لكنها بتستحمل لان المدير وعادة يعني انها يخليها فرد من الفرقة اللي هيكونها وبيكون ده حلمها لنفسها يتحقق يعني بيروح اخوه يكلم المطربة لانه حاسس بالزنب اتجاه اخته وبيخمن ان المطربة بتعملها وحش علشان تنتقل منه لما رفض يرتبط بها زمان وروح بينها للبطل وبيكون في مشكلة معاه في الشغل بتسمعه البطلة كده وبتقوله حل للمشكلة وبشكله مبهر كمان صاحبنا بيندهش منها وبيارد عليها انها تشتغل معا لكنها بتطلب مرتب علي يعني فبيرفض وبتمشي بقى وبتلوم نفسها انها ضيات فرصة الشغل ديت رغم ان شغلها الحالي مؤقت في الوقت ده بيجي لهم كلمة من شركة التصميم بقولها ان المديرة طلبت قابلها بتروح بقى وهي حاس بالامل ان هم يقبلوا التصميم بتاعها بقى ويرجعوا حقها تاني لكنها بتتفاجئ لما بتوري لها تصميم قديمة لها منشورة في مجلة وبتتهمها انها سرقت منهم وبتكون عملت كده علشان تنتم منها لانها تنمرت على بنتها بس في نفس الوقت عارفة انها موهوبة فبتعرض عليها فرصة يعني تتضرب في فرع من شركاتهم وبتقولها تفكر كده كويس وبتفضل المديرة تفكر في البطل وبتكون حاسة انها ظلمتها وبطلتنا بتكون مدائقة من اللي بيحصل لها وخصوصا كمان ان نتيجة تحليل طلعت وتأكدت ان الست دي مش همها الحقيقية بتروح تشرب وبتقابل شاب اسمه وانج وبيكون هو نفس الشاب اللي بيرائبه على طول وبيحاول يتكلم معاه يعني وبيكون مدائقة هو كمان لكنها مش بتدله فرصة افتح موضوع اصلا معاه وبتمشي وبتسيبه ولما بترجع البيت وان مدائقة بتتخانق مع اي حد مثلا خليتها يعني اختها بتجو بتقول لها على فكرة انت مش مدائقة علشان المسابقة انت مدائقة علشان ملقيتش اهلك الحقيقين على فكرة انا شفت الورقة اللي موجودة على المكتب بتاعك اللي كاتب عليها الحرية فهمت قصدها دلوقتي ان ان انت عايزة تيمشي وتسيبينها بطلتنا بتنفعل وبتقول لهم ان هم كلهم عبقة عليها من وهي طفلة وانها شيلت مسئوليه اكبر من عمرها لان امها كانت مضطرة تشتغل طول الوقت علشان تسدد الديون وكانت يا اللي بتهتم باخوتها وبتزعق لخلاتها لان والدتها كانت مديونة علشان تخليها دكتورة وهي فشلة دلوقتي وبتضيع كل فلوسهم بتدخل الام كده وبتسكتهم بعدها بيبدأوا يتكلموا كده لاخوات مع بعض وبيعرفوا ان هم مقدرين كل حاجة الام عملتها علشانهم وافق على المبلغ اللي حطته لكن اللي بيرد عليه وانج وبيقوله انها نسيت التليفون في البار وبيقابله وبيديله التليفون كده وفي الوقت ده بتوصل البطل للشغل وبيخب الشاب وشه كده بالكيب وبيباني ان هم مش عايزة تشوفه وبتكلم مع البطل وبيقول ان هم وافق علشان يشتغلوا سوا وبتكون حاسة بالانتصار وانها اخيرا هتحقق حاجة وروح لاخو البطل اللي بيقابل المطربة علشان يطلب منها يعني ما تضهيقش اخته لكنها بتطلع حرباية وملهاش امان وبتطلع عملالهم كمين وجايب اخته كمان وبتهينهم هما الاتنين وبالرغم ان نخته كانت مدقة لكنها بتكون فرحانة ان اخوها فكر يساعدها بتروح معا كده توصله للجمع وهو بيكون في ورطل لانه اصلا بيكذب عليهم ولا تقابل في جمع ولا تقابل في بطيخ وبيدخل قدامها كده علشان ما تشكش في حاجة وبتطر يحضر المحاضرة وبيشوف بنت جميلة بتخطف قلبه وقلت اقرب ممكن احبه ودف الحب من اول نظرة وكفاكده نبقى نكمل قصتنا والشعر اللي انا بقوله بعدين ففي نفس الوقت بتتكلم جانج مع مامتها اللي بتقول لنا احسب الزنب وعايزة تدي الجايزة للبطلة لان تصميمتها كانت تستاهل فبتدائق بنتها وبتخانقه سوا ونروح بينها للبطلة اللي بتشوف مقال عن جانج ومامتها وده لان شركتهم مشهورة يعني وبتكتشف بقى اخيرا يعني ان جانج هي البنت اللي كانت بتتنمر عليها وبتفهم بقى ان علشان كده تم استبعادها وبتكرر تقابل مامت جانج كده وترفض عرضها لكنها بتفاجئها لما بتقول لها ان كان في غلطة وانها تديها الجايزة وكمان بتقرر توظفها بالرغم من انها بتعترف لها انها نفس البنت اللي كانت بتتنمر على بنتها انت متأكدها انت مش عايزة تنتقمي مني ولا نويالي لأي حاجة تقول لها لا يا بنتي انت تستهل كل خير وهي خارجة مصدومة كده بتقابل جانج وبتعرفها انها تشتغل معاها بتسلم جانج عليها وهي متوترة وبيباني انها لسه متأثرة بسبب التنمر عليها انا نفس اعرف ازاي خلو البطلة متنمرة ولما بترجع البطلة كده بتنسدهم لما بتشوف البطل كان في الحمام وتضربه كده وهي بتسوق بتروح له معه وبتقول لها ايه اللي انا شفته بعيني ده بتقول لها هو انا ما بتلكيش انا قررت اقجر قوضة يعني لا هو اعجر القوضة التانية علشان تعارف بقى ان المساري في كترت ومحتاجين فلوس يا بنتي والبطل بتاعنا هو المستأجر الجديد بتعش معهم وبتعرفهم البطل انها تعينت وبيفرح الكل حتى البطل وتاني يوم بتجهز بطلتنا علشان تروح شغولها الجديد وهي متحمسة قوي بتخلىها ممتها كده تنفخ الوردة كالعادة ودي بتكون عادة عندها ومكتنى انها بتجيب لها الحظ السعيد وبتقرب العرس البعيد ولكن اللي بيحصل بيكون عكس كده خالص بتكونها تتعور وبيحصل حوادث لكن مامة جانك بتلحقها وبيكون اليوم صعب عليها خالص لان جانك بتكون حلفة لتطلع عليها القديم والجديد نورح للبطل اللي بيقابل خاله اللي بيقوله يعني ان بابا للأسف طرد والدته برا البيت والبطل بتاعنا بيتدهق كده وبيهديه خاله بس والدته برضه بتبعاته رسالة وبتعرفه انها ترجع في نفس الوقت بيكون اخو البطلة برضه بيوصل اردر فبيشوف اتشاء فبيخب الهدوم بتاعته بسرعة علشان متعرفش انه شغال ديليفر يعني وبتسأله لو فاضي وبتاخده كده يساعدها في تدريبات الجودو في نفس الوقت بتقدم اخته كده على مساب ادغونة وبتكون المكافأة فيها انها تنضم الفرقة الغنائية مشهورة وفي الشركة بقى بتشوف بطلتنا كده البطلة واقف مع جانك وبتسمع الموظفين هما بيقولوا ان هما مخطوبين لكنها مش بتهتم وبتكرر يعني تشتغل اطول وقت علشان تثبت نفسها وبتشوفها كده ام جانك وبتعجب بيها وباكتهادها ولما بتتكلم معها بتلاقيها لطيفة وبتشك انها اللي كانت بتتنمر على بنتها وبعد كده بتروح لشغلها التاني مع البطل اللي بيكون متفاجئ اصلا انها ما تأخرتش بالرغم من انها شغالها في شغل تاني وبعد ما بيخلص كده بيوصلها وبيروح لبابا اللي بيكون مش عارف يعمل حاجة لوحده بيتكلم معه وبيهدده انه لو حصل حاجة لمامته ومش هيسكت وبيظهر هنا هوانج وبنعرف ان هو اللي اخد الموبايل من البطلة علشان يعرف معلومات عنها لأ وكمان نسخ كل اللي فيه وبيشوف ملاحظة هي كتباها وان هما محتاجين حد يأجر قوضة فبيكرر يستغل الفرصة ويأجر عندهم وبيباني ان هو كان مرائبها من زمان وما قابلتهم ما كنتش صدفة وبيروح فعلا وبيأجر عندهم وبالليل بتكون ام البطلة في شغل يعني وبتشوفها ام جانج وبتتعرف عليها كده بس بتترعب اول لما بتشوفها وبنكتشف انها كانت شغالة عندهم من سنين وان ام جانج هي ام البطلة الحقيقية يا جدعان المسلسل بدأ يبقى ضرب نار يا جدعان ده لسه خمسين حلقة ده انتوا هتشوفوا ضمار فعلشين كده لازم تشترك في القناة يعني علشين مايفوتكش بقى الاجزاء ونكمل بنا يلا وقلما بتتكلم معاها عن ولادها وبتتوطر وبتتارب منها وفي بيت البطلة بيقدر البطلة كده بعرف علي هوانج ان هو نفس الشاب اللي ادي له التليفون وبيعرفهم بقى على نفسه لكن البطل بيستقرب من كميته السودف اللي عمال يحس بيها وبيشك ان في حاجة غلط بتحصل ان نرجع لهم البطلة وبتكون بتفكر ازاي سرقة البنت وهي صغيرة بتخاف ان حد ممكن يكشف حقيقتها خصوصا انها قبلت ما متها بعد السنين ديت فتتحجج انها تعبانة علشان تروح فبتكرر توصلها ام جانج يعني وبتكون مرعوب اكتر انها تدخل معاها وتشوف بنتها فبتخلها تمشي كده بحجة ان الوقت تأخر وبيحاول هوانج كده يقرب منهم في البيت وبيجيلهم كلمة من حد وبيعرفوا مكان ام جانج يعني والتاني يوم بيروحوا عند الشركة وبيبدأ يرسل احلام بقى لما يبقى جوز بنت المدام وبنعرف بقى ان هو بيخطى تتجوز البطلة لانه عارف الحقيقة وانها بنت صاحبة الشركة نروح بينها للبطل اللي بيعرف مكان مامتو بيروح لها هو و جانج وبيلاقيه كده متبدل حالها وهو ولا على بالها اللي درجة بيحس ان هو مش مامتو اصلا ودي واحدة بدلها فنان بيقول شعري يا جدعان وبعد كده بيروح البطل يتغدى مع جانج فبتعرفوا ان البطلة كانت بتتنمر عليها بتصدم كده لانه شايفة بنت كيوتي يعني وهما بيتكلموا بيشوفها البطل وبتكون في نفس المطعم سبحان الله في نفس الوقت برضو بيكون اخوها تايب من تدريبات الجودو وما بقاش قادر يستحمل فبيقول لتشابة ان هو مش هيكمل لكنها بتضحك ليه وبتقول له لا ده انا كنت معجبة بيك الصراحة بيسمح هو الكلمتين دول وبيطلع قلوب من عينيه وبيطلع الوحش اللي جواه نرجع للبطل اللي بتكونها تخبطها عربية فبيشوفها هوانج وبينكزها بيحاول يقرب منها كده ويعزم يعني يخرج وسوى لكنها بترفض والخطة بتفشل لحسن الحظ يعني بعدها بيقابلة بالبطل مراته وبيطلب منها كده انها ترجع البيت لكنها بتصدمه وبتطلب الطلاق ولما بترجع البيت بتلاقي صح بيتها هناك فبتنهر وبتعايت وبتكون عاملة كل ده علشان تبان جامدة وقادرة على التحدي لكن في الحقيقة حتى مش قادرة تعد طريق ولما بترجع مامة جانجي الشركة بتشوف بنتها والبطل وهم بيتخنقه فبتاخد البطل وتتكلم معا كده وبتتفاجئ لما بتقولها انها ما تنمرتش على بنتها وانها تهمتها ظلم وبسببها سبت المدرسة وطبعا ام جانجي مش بتصدقها وبتقول عليها كدابة ولما بتقوم ترد على التليفون بتوع منها صورة بنتها وبتمسكها البطلة لكنها مش بتشوفها ونفس الوقت اللي بيرد عليها بقى التليفون بيكون هوانجي وبيعرف ان بنتها عايشة وكمان قريبة منها بتسمع كده الكلمتين وبيجي لها نوبة وبتفضل تصرخ فبتهدها البطلة ولما بتدخل جانجي وبتشوفهم بتتدايق ولما بتمشوا مامتها بتشوف صورة البنت الزغيرة وبتستغرب لان دي اول مرة تشوفها ومامت عمرها متكلمت كمان عنها وبستنى هوانجي كده في الوقت ده البطلة وهي خرجة من الشغل وبتصرف كأنها صدفة يعني وبيعزمها على العشاء وبيستغل التفاصيل اللي قراء عنها يعني من تليفونها علشان يقرب منها ولما بترجع البيت بتتخانق مع خلتك العادة وبتقرر خلتك يعني انها تمشي فبتقولها لو مشيتي ما ترجعيش تاني لان كل مرة بتمشي وبترجعي بتعرف انها مش هترجع ما تخافش وبتقعد البطلة كده مع مامتها توسيها وهما بيتكلموا وبتقولها مامتها انها عارفة انها طول الوقت بتدور على اهلها فبتقولها انها بس عايزة تسألهم هو ليه تخلوا عنها وبتقعد انها مش هتدور عليهم تاني وحتى لو هما لقوها مش هتشوفهم وبسمحهم كده البطل وبيستغرب لانه بيكتشف ان دي ما تبقاش مامتها وان هي متبنياها واللي بيخليه استغرب اكتر ان جانجي كمان مامتها متبنياها وهي برضو مش بنتها الحقيقية وتاني يوم بيقابل اخوال البطلة كده تشاه وبيقولها ان هو مش طالب وبيكرر يعترف بالحقيقة بس الصدمة بقى لما بيتفاجئ وبتقوله انها عارفة اصلا فبيفقد الوعي كده من الصدمة في نفس الوقت بيقابل محامي ابو البطل بيقوله ان امراته موكلة علشان قضية الطلاق وبتفاجئ انها بقت شجاعة لانها طول عمرها كانت بتخاف منه وروح لبطلتنا اللي بتشوفها مامت جانجي كده في الطريق وتارد على توصلها وبتروح تقابل بنت كانت معاه في الاعداد وبتكون دي نفس البنت اللي اتهمتها بالتنمر على جانج بتطلب منها انها تقول الحقيقة وتثبت برائطها لكنها بترفض وبتجي هنا ام جانج وبتسمحهم وبتزعلال انها مصممة يعني تجري ورا الماضي فبتحاول تقنحها انها مظلومة في نفس الوقت بتكلم البنت جانجي وبتكون سحبتها اصلا وبنعرف بقى ان جانجي الحرباء هي اللي مخططة لكل حاجة وبيكون البطل معدي وبيسمحوا هي بتقول اسم البطلة ولما بيحاولي كلمها بتفكروا اخو البطلة وبتهرب منه نرجع بقى للبطلة بتروح لها مامتها واختها كده لانهم الوقع عليها لما تأخرت ولما بتشوف مامة جانجي كده بتتوتر وبتشد بنتها بسرعة علشان ما تشوفهاش بس هي بتشوفها من ظهراء لكنها مش بتتعرف عليها وبتستعرف بطلتنا تصرف والدتها فبتقولها انها بس كانت قلقانا عليها وبيعدل موضوع وبتتكلم البطلة مع هوانج وبينسى وبيقولها ان الظروفهم مش بها بعض لدرجة انهم هم ممكن يكونوا اخوات فبتستعرف كده لانه عارف ازاي انها تم تبنيها فبيقولها انه كان بيهزر يعني وجد صدفة وبنعرف انه كمان ما يعرفش اهله وكان حد متبنيه وبيروح البطل بتاعنا الوالده علشان يصلح بينه وبين مامته لكنه بيتخانق معاه لانه بيلاقيه مش فارق معه اصلا الموضوع وكمان بيقوله بابا انه هايخسر كل فلوسه ووقتها ترجع لي تاني علشان اقف معاك واسندك بس وقتها انه عمر ما هبقى جنبك بيداق بطنة من كلامه الاسي لانه برضو عمره ما بيتغير وبيقوله انه هايساعد مامته تطلق منه وبيمشي وهو متعصب لك نبول جاحد ولا بيفرق معاه براحة ولا الراحة وبياكل عادي والتاني يوم بتروح البطلة للبنت تاني وبتكون شغالة مدرسة فبتخاف انها تشوه سمعتها قدام طلابها لكن بالعكس بتتكلم عليها كويس وبتندحها وبتطلب منها انها تفكرتني انها تساعدة يعني تكشي في الحقيقة وده علشان تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي وبعد كده بترجع البنت نفسها وبتكرر تروح للبطلة واول لما بتوصل الشركة وبتشوفها جنج معاها كده بتنصدم وبعدوا يتكلموا سوا وبتقولها صاحبتها ان هما كانوا غلطانين وبتتأسف لها لكن جنج بتصمم على رأيها برضو بتسيبها وبتمشي وبعد كده بتكلم الموظفين ان البنت اللي شغالة معهم كانت بتتنمر على جنج فبتسمحهم والغريب انها بتدفع عنها وبتزعق لهم وبتتكلم البطلة معا كده فبتقولها انها مش حاسة بالزنب ولا حاجة لكنها مش بتهتم وبتشكرة كده لانها قلت للموظفين الحقيقة وده بيجننها اكتر انها بتتدائق من اللام وبلاب تاعتها وبعدها ام جنج بتروح علشان تقابل جسح بيتها وبتقوله يعني بص انا جاء علشان خاطر رجع المال ما جريها انت مكان هوت يا غيري هتروح وتصالحها بالله لا قعب عليك وبيروح لها فعلا لكن بتخانق معاها ولما بترجع جنج البيت كده بتروح لولدتها وبتعترف لها الحقيقة بقى وان البطلة ما تنمرتش عليها وانها كده بتولفت حكايات لانها كنت بتغير منها هي بالذات وبتنهار وبتعرفها انها كنت طول الوقت خايفة وقلقها لانك النفسة بقى مميزة علشان ما تتخليش عني لانك زي ما انت عارفها مش بنتك الحقيقية بتطمنها ممتها انها تفضل مع طول العمر وبعد كده بتكلم ممتها البطلة بتتسفلها لانها ما كانتش مسدقها وبتكون البطلة فرحانة علشان رجعت حقها تاني وبتشكر البطل لانه هو اللي ساعدها علشان يعرف ما كان المدرسة وبكده اثبت برائتها يعني في نفس الوقت بيراجع ابو البطل نفسه كده وبيفتكر قد امراته كانت كويسة معها واستحملوا الطبعه الاسي وبالرغم من ده كان جاحد وناسي فضلها بيكرر يروح علشان يعتذر لها ويصالحها وبترجاها علشان ما تسيبهوش وفعلا دي اول مرة في حياته انه هو يترجى حد علشان يسامحه لكن على الرغم من كده بتقوله انه هو مهما عمل مش هيقدر يغير رأيها بترفض ترجع معاه وتاني يوم بتشوف البطلة ام جانج في الشركة بس المرة دي بتتغير المعاملة بينهم بقى للاحسن وبتستغرب ام جانج انها قبل تعتذرها بسهولة وده بيأكد لها ان كان عندها حق لما شافتها كويسة وبتشوفهم جانج كده وهما بيتحقوا سوا وبتغير منهم تاني لكن على الرغم من كده مش بتعمل البطلة بترقها وحشة زي الاول نروح بينا الخالة البطلة اللي بتقابل خطبها السابق اللي وعدها بالجواز وخد فلوسها وهرب وبيطلع قذر وبيعملها بغرور في الوقت ده بيدخل المستأجر بعد ما اعرف ما كانها كده وبيمثل ان هو خطبها يعني وبيقوله ان هما يرفعوا عليه قضية نصب واحتيال ولما بيمشي كده بيدي لها الاكل بقى اللي اختبعتها وبيقول لها ناقل انا عليكي وبيدي لها كوتش هدية وبيبني ان هو بدأوا يستلطفوا بعد كده وشكل في قصة حب كبيرة ده هي كبيرة فعلا وبتروح تشاهل اخت البطلة شغلها كده لانها شافتها مع اخوها وهو كدب وقال لها ان هما مرتبطين علشان تبعد عنه وبتعترف لها اخته كده ان هما مش مرتبطين يعني وبتقول لها ده اخوه اصلا بالتبني وبتقنع اخوها كمان يوافق يرتبط بها لانها شكلها بتحبه وبتكلم معه بيقول لها ان حياته صعبة ومسهلة زي ما هي شايفة علشان كده صعب يرتبط بيها بتتدايق لانه حكم عليها من غير ما يعرفها كويس في نفس الوقت ام جانجي بتكلم مامة البطلة بتطلب انها تقابلها ولما بتقبلوا بتعملها بلوتفو وبيبني انها انسانة كويسة لا وكمان بتقولها خل التعامل ما بينها لاننا اخوات وبيبان قدها يا طيبة وبيروحوا للمطعم مع بعض وبنتشف ان هم كانوا اصحاب زمان لا وكمان ام البطل بتكون صاحبتهم التالتة المقربة بعدها بتكلم صاحبتها ولما بتعرف انها في المطعم ما صاحبتها القديمة بتطلب منها ما تعرفاش انها كلمتها وده بيكون لانهم كانوا بيحبوا نفس الشخص وهم صغيرين لكنه ما كانش بيحبها وبيكون الموضوع مدهيئة بالرغم من كل السنين اللي عدت وبنعرف بقى ان الشخص ده هو جزء اللي هتطلق منه اصلا وبيحاول جزء كده هتكلم معها تاني لكنها مش بتديله فرصة وبالليل بيقول هو انجل البطل ان هو هشتغل مترجم في نفس الشركة اللي هشغال فيها بيسمحهم البطل وبيحس انهم خطط لكل ده ونديم الصدفة وبنرجع لابو البطل اللي بيكون مدهيئ خصوصا لما بيشوف اكاون تمرته على الانستا وبتكون سعيدة وبتتكلم عن البدايات الجديدة ومش مدهيئة خالص بينما هو اللي بيكون غيرانه متضايق وتاني يوم بيتقابله في المحكمة وبيعرف الابن كده فبيرح لهم بسرعة وبيتخنق مع بابا لان بسبب العند والاسيا اللي عنده ده ينفصلوا عن بعض فبيزعاله بيقوله لو مش عكب يروح يغير اسمه ويتبرى منه وبتزعاله وامته كده على طريقة كلامه مع بابا وبتمشي وبتسيبه وبعد كده بيقابل البطلة فبتشوفه متضايق بيعرف اللي حصل فبتبدأ انها توسيق وبيخرجوا سوى كده وهي ماشية بيقعد دب كان معاها ولما بيمسكوا البطل بيفتكر ان هو كان شايفه قبل كده لكن مش بيقدر يحدد فين في نفس الوقت بتروح تشاط أجر قوضة كده في بيت ام البطلة علشان تكون قريبة من حبيبها يعني فبتقول لها ان ما فيش قوة فاضية ونروح بنا للبطلة اللي بتعرف بالصدف يعني من موظفة معاها ان ام جانجي مش امها الحقيقية وانها متبنياها اصلا وبالليل بيحاول هنجي كده ويلطف الجو معاها تاني في الكلام لكنها مش بتديره اي فرصة كالعادة فبيقول الله بتحبيني وقاسي عليها ازاي هذا هو الزوقي وبتروح بقى الخليتها كمان وبتتأسف لها وبتطلب منها انها ترجع تيش مهم في البيت فخليتها بتتقل كده وبتقول لها ما ماشي هفكر هفكر وبتروح بقى وبتقعد تخيط الدب بعد ما بيرجحوا لها البطل وبتشوفها مامتها كده وبنعرف ان كان معاها اصلا لما اخدتها وده سبب حبها الزيادة لي وان ده الزقرة الوحيدة من اهلها الحقيين وبتكرر خليتهم كده ترجع البيت فعلا وبيرحب بها الكل وخصوصا المستاجر اللي بيفرحوا وبيبن كده انها واقف حبها وبنعرف بها ان ده يبقى جزء قديم لكنه محبوس بتوري له سلط وانجو وبتقوله ان هو كان برائبة وكده هو اللي بعته لكن بينكر الخنزير وبيقوله ان هو ندمان على اللي عملوا معاها زمان لكنها عارفة ان هو حيوان وملوش اي امان لا وممثل شاطر كمان وبتهدده كده لو تأكدت ان هو بيخطط لحاجة مش هتعدها له وبتستغرب كده لما بيسألها لو بتتواصل مع ام البطلة فبتقوله لأ وبتمشي وفي البيت بتفضل تفكر هو ليس ألا عنها لكنها مش بتتم يعني وتاني يوم بتكلمها وبتطلب منها انها تيجي تطبخ لها لانها عاملة عزومة للموظفيين وبعد كده بتعرفها على جينجي كمان ولما بتشوفها بتفكرها اخت البطلة ومتعرفش ان دي بنت بتبنيها كمان وبيوصل للموظفين وبتكون خايفة ان بنتها تيجي معاهم لانها مش عايزة تعرف ان البطلة تبقى بنتها والحسن حظاها لانها مش بتروح لان في نفس الوقت بيكلمها البطل وبيقول ان في مشكلة في الشغل وبيطلب مساعدتها وبتروح الجاري علشان تساعده فنفس الوقت بيكون ابو البطل قاد لوحده حزين وبيفتكر ايامه الصعبة لما كان فقير وبيبان ان هو طيب ومش قاسي زي ما كان مبين وان هو كان بيشتغل كتير علشان مايرجعش للفقر اللي بيهرب منه وتاني يوم بيعدي كده من جنبهم البطلة ولما بيبص عليها بيفتكر كل حاجة وبتكون العربية تخبطه فبيقع يتعور وبتروح هي تساعده بتودي المستشفى وبيسأله الدكتور كده عن اسمه لكن مش بيرضى يقول قدامها وبيبان كده ان هو وقع يا جدعان فبيقوله الدكتور شاكله يا جماعة لسه ما فقش وبيخرف وبتفضل بقى في المستشفى مستنايفه وبتكلم بنتها وبتكون عايزة تطلب منها يعني تسيب شغلال لكنها مش بتقدر لانها عارفة ان ده كان حلمها وبيفوق الراجل ده لكن بتكون الوعى اثرت عليه وشايف ان الكل بيحاولي تارده وبيكون مش فاكر اي حاجة بتقولهم البطلة خلاصة هيكلمه البوليس لكن بيترجعها ما تعملش كده لانهم هياخدوه ولما بتبص على شكله المتبادل بتخمن ان هو هربان من الديون فبتاخدوا المطعم وبعد كده بيقولها تمشي وهو يتصرف وفعلا بتمشي ولما بتشوف اثنين متشردين كده بتخاف ان هو يبقى زيهم وبتكرر تروح تساعده وبترنى على المستاجر يجالها ولما بيجوا بيشوفوا بيقولها انا نفس اقولك ان هو ممكن يكون مجرم وهربان من جريمة لكنها مش بتتم بكلامه بتاخدوا معا كده البيت وبيطلب منهم يعني ما يعرفوش حد ان هو موجود عندهم علشان يكون متطمن وبيوافق وبيخب عن الكل وجوده وبعد كده بتروح بتتكلم مع البطلة وبتطلب منها انها تسيب الشغل فبتفاهمها بطلتنا انه ده حلمها وان الفرصة مش هتتعود تاني فبترضى بالرغم من انها بتكون مرعوبة من وجودها جنب امها الحقيقية وتاني يوم في الشركة بتعرف ام جانج يعني ان بنتها عينة هونجي في الشركة لكنها مش بتطرده وبتسيبه علشان يكون قدامها وتعرف خطته فبتقوله على فكرة يا جزمتك مألوفها علي خالص بيستارب بيولايز زايد انا يجيبها اصلا من برا كوريا خالص وهي يكون قصدها اصلا انها توصله انها عرفه وشفته قبل كده في نفس الوقت بتحاول تشاهل انها تأجر باي طريقة فبتخلي واحد صاحبة يعني يروح على ان هو اللي هيأجر لكنهم برضو بيقولوله ان ما فيش مكان فادي لكن بيصر بشكل غريب وبيقولهم انهم موافق حتى لو هيشارك القوضة مع اي حد وطبعا بتكون اتشاه هي اللي هتأجر مش هو وفي الشركة بيطلبوا من الموظفين يحط صورهم كده وهم صغيرين جنب صورهم حاليا وده بيكون علشان عرض تبع الشركة وبيقدموا كلهم صورهم وهم اطفال معادة البطلة فبتطلب منها جنج الصورة اول لما بتشوفها بتحس انها مألوفة عليها وبطلع الصورة اللي لقيتها وبتنصدم لما بتلاها نفس الصورة فبتروح وهي غايفة وبتسأل مامتة عن الصورة بتكتب عليها وبتقولها انها صورة بنت واحدة صاحبتها وجنج الحربية مش بترضى تقولها انها نفس صورة البطلة وفي بيت البطلة بتسمع خاليتها كده صوت جاي من القوضة اللي فيها ابو البطل وبتكون عايزة تفتح وتشوف ايه لكن هنا بتجو اختها وبتمنحها وبالليل بيتقل البطل وهوانج في الشرب يعني فبياخدوه كده وبيحط البطل في القوضة اللي فيها بابا وبيكون هو خايفه ومستخبه ورا البيب ومحدش يشوفه يعني وتاني يوم بيروح خالي البطل لبيت بابا لانه بقاله كام يوم يعني مختفي ومراحش الشغل لكن الصدمة انه مش بيلاقيه وبيلايتي الفن مقفول وهو مش موجود فبيحس ان في حاجة غلط بتحصل في نفس الوقت بتروح اخت البطلة تقابل واحد على اساس انه هو منتك وطلب منها خمسة مليون في مقابل انه هو يعني هينتج لها اول الابوم ليها وبيكون بقالها سنين بتحوش في المبلغ ده وبتكون خلاص هتحول للمبلغ والحسن حزاها ان البطل وهوانج سموعية بتتكلم مع اخوها وبيدوروا في الموضوع وبيروحوا وراها كده وبيعرفوا ان الرجل ده فعلا نصاب وبيقبضوا البوليس عليه وبتكون البنت حزينة لانها كانت حتى فيه امل يعني انه ممكن في يوم تتشهر وبتزعلهم بقى علشان الاحراج يعني وبتقولهم تب ما حدش قال لي ليه قبل ما جي يعني وتخلوا شكل وحش قدام الناس ولما بترجع البيت بتزعلها اختال لانها كان هيتنصب عليها بسبب حلمها اللي بتجري ورادة على الفادي وبتحس بطلتنا انها كانت اسية على اخطاها خالص وبتروح علشان تصلاحها بيعودوا ياكلوا سوا بقى وبتكون تشوى كده جوا بعد ما خلت زميلة يعني يكنحوا من هو هيقجر وهي بقى عايشة معهم لكن في الحياة طول الوقت بتستخبى منهم علشان محدش يعرف وتاني يوم بيكون في عرض ازياء في الشركة وبيخلوا الموظفين هما اللي يعرضوا وبتساعدوا مجنجي يعني البطلة علشان تجهز ولما بتشوفها مامتها بتنهار اللي انهم قربوا من بعد قوي بتحس ان بنتها ادعم انها في نفس الوقت بيكون البطل في البيت وبيرن عليه خيال ويعرفوا ان بابا مختفي بيسمع صوت ولما بيمشي وراء الصوت بيلي ان هو بابا ومستخب في الدراب فبيجي هنا المستأجر بسرعة وبيعرف انها فاجت ازكرة علشان كده هما جابوه للبيت وبيكون مش مصدق نفسه وبيفتكر انها بيحلم وبيمشي كده نرجع لبطلتنا اللي بترجع لها مامتها علشان تكون جنبها فبتشوف امامة جنج وبتتفاجئ انها بنتها لكنها بتفرح على عكس ام البطلة اللي بتكون حزينة اصلا ومرعوبة بنتها ادعم انها وبتفتكر مكلمتها مع ام صاحبتها وبنكتشف ان جدة البطلة الحقيقية هي اللي خلتها تاخد البنت وهي صغيرة لانها رفضت فكرة ان جزء بنتها مسجون وما كانتش عايزة حفيدتها يعني لان في اعتقادها انها تكون زيه ولما بتطلب منها يعني ام البطلة تقولي الحقيقة وترجعها لاموها الحقيقية بترفض تخليها تقولي الحقيقة وترجعها تاني وهي خرجها بتقابلهم البطل ولما بتشوفها سرحانة ومش مهتمية بها يعني بتفكرها لسه مدائق منها لانها سرقت حبها الاول ولما بترجع البيت بيعرفها المستأجر ان البطل قابل الشخص اللي مخبيينه وكان رد فعله غريب فبتقوله ان هم لازم يفضلوا مخبيون عن الكل وفي الوقت ده بتدخل اختها وبتسمحهم وبيعرفوا انها فجد الزكرة فبتروح لكده وبتمارس مهنة الطب اللي قربت تنساها من كتر متراكنة متهيقلي فبيخاف منها كده وبيغط وشه ولان هم سابوا الباب مفتوح بيدخل الباقي وراهم والكل بيعرف بوجوده وبتحكي لهم بقى ام البطلة كل حاجة وبتروح اخت البطلة علشان تتعرف على المستأجر الجديد اللي هو في الاصل بنتنا تشاء فبتستخبى كده وبتقولهم مامتهم يعني محدش دايقه يا جدعاني الشاب ده شكل وحيد وهو كلمنا على التليفون وقال لي يعني ان هو عمل عملية ومش عايز حد يشوفه نروح لابو البطل اللي بيخرج بعد كده وبيبدأ يمشي يعني في البيت من غير خوف خلاص لان الكل عارف بوجوده وكمان بيساعد في المطبخ وبيشوفه ابنه ومش بيكون مصدق ان ده بابا الجبروت اتحول لواحد كيوت وحتى البطل مش بيرضي يعرفه من ده يبقى والده الحقيقي وبيكون اصلا مفكره بيمثل ولما بيروح الشغل بيقع وبتساعد البطلة وبعد كده بيترفله ان هو معجب بيها لكن بتنصدم وبتقوله طب قول هالي بتراك ويسا اي حاجة على نموم يا سيدي انا كمان مش معجبة بي بتسيبه وبتمشي وبتكون عاملت كده يعني لانها عارفة ان جانجي بتحبه ولو وفت ان هم ارتبطوا هيحصل مشاكل كتير وهتعديها اكتر وهي مش نقصة وبتفضل طول الطريق تفكر في جانجي لما شافتها يعني معايا وبتقنع نفسها انها عاملت الصحة لما رفضت وبياخد البطل بابا يكشف عليه وبيبني ان هو بيعمل كده علشان متعاطف معا مش اكتر وبعد ما بيخلص كشفه وبيعرف الدكتور ان نتيجة التحليلة تصدر قريب فبيتكلم مع بابا وبيقوله ان هو مش مستني نتيجة لان انا عارف ان انت كدب وفكر كل حاجة فبيقوله بابا ان هو هيمشي ويشتعله علشان الاحراج يقولهم في البيت يعني ان هو هرب من المستشفى فبيسيبه كده علشان عارف ان هو هيرجع بيته يعني وكل اداكن التمثيلية واول لما بيمشي بيشوف اتنين فبيفتكرهم البطل يعني ان دول اللي ابو مديون ليهم لان ام البطل قالت لهم عليهم يعني وبيستخبه كده وبيترجوهم علشان ما يضربهوش فبيصعب علي ابنه وبيصد ان هو فعلا ما بيجدبش وبياخدوا معها علشان يرجعوا البيت ويشتري له هدون جديدة ولما بتكلمه مامته تسأله لو عارف حاجة عن بابا بيخب عليها ومش بيرضى يقولها الحقيقة وتاني يوم بيقابل جنج كده ومامتها يعني بيلعبوا كلهم جولف سوا وبتتكلم ام جنج معا كده وتطلب منه يعني يرتبط ببنتها او حد تاني ده فرصة لانها بتحبه وبتكلم معا كده وبيعرف ان هو معجب بحد تاني لكن بنتنا جنج دي ولا بيفرق معاها وبتكون القرامة عندها في زمت الله بتقوله عادة عادي انا كده كده مش بستسلم وهافضة لحاول لحد لما تحبيني اغالي وبتروح مامة جنج كده توصل البطل البيت ولما بيشوفها ابو البطل بيخاف وبيطلع يستخبل انه مفكر كل الناس لها فلوس عنده وبكده هي مش بتشوفه وبتعود ام جنج يعني معاهم ووسط الكلام بتقول الخالة البطلتني يعني على فكرة ام جنج دي فشبه منك قوي وبياخدوا الموضوع الزارة على عكسه ام البطلة بتتراب من الكلمة وبتخاف حد ياخد باله يعني وبتتفاجي ام جنج ان البطل مأجر عندهم وبتتدايق لانها كانت مفكرة انه عايش يعني في مكان كويس بما انه غاني وبيوصل اخو البطلة وبتعرف عليها واول لما بتسمع تشاه صوته بتستخبه وبتطلب يعني من ابو البطل ما يقولش الحد عليها وبتكون عايشة معهم زي الحرامية طول الوقت المستخبية وبالليل بتكلم البطل مع بطلتنا وبيعرف انه عطرف لجنج انه معجب بحد تاني فبتقوله انها بتحب ام جنج عشان كده مش عايزة تخيب اعمالها لانها عارفة انها هي كمان عايزة تتجوز بنتها وبالرغم من انها بتكون حزينة لكنها بتمثل ان الموضوع مش فارق معاها نروح بينا لام البطل اللي بتحس بالزنبل انها فرقت بنتها عن امامتها الحقيقية طول السنين اللي فاتت وبتقرر انها تقولها الحقيقة وفعلا بتروح وبتتكلم معاها بتعرف ان امامتها الحقيقية موجودة وهي هتخليها تقبلها بتتصدم لما بتقولها ان امامة جنج هي امامها الحقيقية اولا لا الاحداث بدأت تجري عزيز المشاهد في نفس الوقت بتتكلم ام جنج كده معاها وبتعرفها ان الصورة ما كانتش بتاعت بنت صاحبتها وانها بنتها وانها ما كانتش بتحب تتكلم عن الموضوع لانه بيتعبها نفسيا بتتصدم جنج ان البنت اللي عاشت طول السنين بتكراها هي بنتها الحقيقية وانها هي اللي هتاخد مكانها دلوقتي ان نرجع للبطل اللي بتكون مش مسدها وبتفكر ان مامتها بتهزر لكن بتعرف ان دي الحقيقة بتنهار وبتلمها لانها خبت عنها كل السنين اللي فاتت وانها ما فكرتش تصريحها ولو لمرة واحدة فبتعرفها انها كنت خايفة اخسارها لانها مش بتحكيلها الجزء اللي يخص جدتها ولان مامتها ما دورتش عليه انها مفكرها ميتة بتنفيل عليها فبطالتنا بتفهم الموضوع من وجهة نظر واحدة بس لانها ما سمعتش الكسة كاملة وشافت ان مامتها تخلت عنها وما دورتش عليها في نفس الوقت بتراعي الايتام وبتمثل انها كويسة عادي بتكرر تروح تواجهها وتسألها هي اللي تخلت عنها وبتاخد مامتها معها وبيشوفهم اللي في البيت وهم خارجين وبيستغربوا لما بيشوفهم بيعياته لكنهم بيمشي كده من غير ما يقولوا لهم رايحين فين ولما بيوصلوا ما بتكون شمامتها قادرة تدخل وبتفتكر كل اللحظات اللي كنت بينهم وبتاخد البطلة بالها انها مترددها فبتمنح انها تخبط وبتشدها بعيد كده وبتكرر انها ما تواجهش مامتها دلوقتي ولا تعرف انها بنتها وبتروح البيت بيقابلها البطل وبيدها الجاكت بتاعها ومش بتتكلم ولا بتعرف مالها بتقفل بس على نفسها وبتكون منهرة من العيوات ومن فكرة ان امها الحقيقة تخلت عنها لانها مش عايزاها وتاني يوم بتقابلها وهي رايحة الشغل وبتكون سرحانة ومش مركزة وبتمشي وبتسيبها وبتستارب ام جانج كده طريقتها لان اول مرة تعملها كده بتسمع اخت البطلة ما متها وخليتها وهم بيقولوا ان ام جانج بنتها ضاعت وهي صغيرة فبتفترض انها ممكن تكون بنتها لان هي كمان في دار الايتامن وهي طفلة ونرجع بنا للبطلة وبتشوفها جانج وبيباني الحقد والغل في عينيها بتبصي لها كده وبتقول لها انا عمرو ما اسمحلك تكشفي الحقيقة عمرو ما سيبك تاخد مكاني ولا حتى في احلامك في نفس الوقت بتعرف البطلة ان ممتها جاية الشركة فبتفهم بها انها جاية تقول الحياة كلها لولدتها وبتنزل تلحقها كده وبتقول عليها انها نية لانها سكدت طول السنين دية ودلوقتي عايزة ترجعيها يعني علشان تستغلى وتاخد فلوس في المقابل بتضيق ممتها من طريقة بنتها معاها بتكذب وبتقول لها انها بس كانت بتربيع علشان تسعادها في تربية اخواتهم الزغيرين وبتنكر كل المشاعر الحلوة اللي ما بينهم وبتقول لها انها راجع دلوقتي علشان عايزة فلوس وعود الشباب اللي ضاع بتمشي وبتسبه وهي حزينة ان بنتها فكرت فيها كده وفي البيت بيكون الكل برة فبيعمل ابو البطل كده اكل لتشعر وبيعود يتكلم معاها بعد ما اكدلا ان هو مش هيقول لحد يعني انها هي اللي عايشة معهم مش شاب وهما بيتكلموا وبيدخل اخو البطلة وبيتصدم لما بيشوفها والحمدلله يعني ما بتلحقش وتفرح ان محدش هيعرف فبيزع علال انه طلب منها انها تبعد عنه لكنها مصماما انها تطرده وفي الوقت ده جينج بتعرف ان ممتها خرجت مع البطلة وبتتدايق قوي وفي الوقت ده يعني بيكونوا رحيم اصلا في مكان محتوط فيه رماد حد ميت ومالبطلة مفكرة ان هو بتاع بنتها اللي ميتها بتوري لها الصورة كده وبتعرفها ان دي بنتها اللي ميتها وانها متعودة تزورها على طول مش بتقدر البطل انها تمسك نفسها بتمشي وقاها منهار لان بالنسبة لممتها ميتة ومش بتكون فاهمة ليه فاكرتها ماتت وبعد كده بتتكلم معها وبتعرف منها ان حد خطف بنتها منها فبتخمن ان ممتها هي اللي خطفتها وبيتكون متضايق قوي ومش فاهمة ايه اللي بيحصل حس ان ما ميتها لربطة طول السنين دي بتتحك عليها فبتكلم البطل وبتقابله وما بتصدق يحضنها اصلا وبتنهار من العيات وبيفهم بها انها حتى لو سألها مش هتقوله ايه اللي بيحصل انها متعودة تتعامل مع كل مشاكلها لوحدها فبيخدها كده وبيخربه وبيقض اليوم سواء علشان يغير المود وفي البيت بقى اتشاة بتروح كده على اساس يعني انها صاحبة ابنهم مش على اساس انها مستقر عندهم ولا حاجة وبتقعب بالسنة وبتتكلم على اساس انها عارفاهم فبتستعروا بالخالة كده لان محدش قال لها انها خليتهم اصلا بس ست شاب انتنا صائعة يعني وبتاكل بقى لها حلاوة وبتقول لها انها خم منت لانها حلوة ازاي اصغر واحدة في البيت كله مستحيل تكون انت ومهم يعني وبعد كده بتتكلم مع اخو البطلة وبتيرد عليها ان يرتبطوا وبيكون عندها اسرار غير عادي لكن برضه بيرفض وبتزاق عليها اخته كده وبتقول لها يا بنت بعيدة عنه فبتحرجها بالكلام وبتقول لها انها بتعمل كده لانها معنداش مشاعر وامرها مرتبطت فبتكذب عليها وبتقول لها انها مرتبطة اصلا وكلنا عارفين الحقيقة وبنرجع لابطلنا اللي بيوصلوا البيت فبتكرر البطل انها تتمشى شوية لوحدها بيقابلها وانجو بقول لها انها كان قلان عليها ووسط الكلام بيترفلها انها معجب بيها فبتتدائق وتطلب منه ويفضله اصحاب بس مش اكتر لكن بيحس بالاهنة وبيقول لها انها عارف انها معجبة بالبطل بس يا بتتجاه الكلام وبتمشي عادي دفعها لمكفيها يا ابني او تاني يوم بتستعرب ام جنج كده ان البطلة مش موجودة بتسأل عنها فبيقول لها انها واخد اجازة مرضية فبتكلم مامة البطلة كده تطمن عليها فبتكذب وبتقول لها انها نايمة لكن هي اصلا مش بتكون في البيت وبتكون قررت تفصل شوية وتستمتع بوقتها بعيد عن البيت وبالصدفة بتقابل ام البطل اللي بتكون لسه بتعمل موف اون يعني وبتكلمه سوا لكنهم يعني مش بيتعرفوا على بعض ولا بيعرفوا مامين وفي نفس الوقت بتكون اختها عند الشركة وبترسم احلام بقى ده انها بنت صاحبة الشركة يا جماعة امه لده انت تاخدى هتت خزوق في الاخر وبشوفها هوانج فبتتوتر وبتاخل عن مينه لكنه بيمشي واراها وبتعترف له بقى انها بنت صاحبة الشركة فبيصدمها وبيقول لها انها غلطانة وان بنتها واحدة تانية والموضوع قرره بتكشف وبتدهق كده لما بيقول انتي كنت انفكر انها تبقى امك بقى وانها غنية وهتحليلك كل مشاكلك ولا ايه بتزعاله كده وبتقوله انت انسان قناني وبتسيبه وبتمشي في نفس الوقت بتروح جنج كده مع مامة البطل للبيت اللي ساكن فيه علشان تشوف ابنها لكنها بتنصدم لما بتشوف جزء او لما بتنادي عليه بيهرب منها فبتفتكر انها ممكن يكون حد شابه يعني مش هو وبتكلم ابنها كده فبتبعت لها رسالة انها مش هتسيبها تضمر حياتها وبتروح وبتكلم بها مامة جنج وبتطلب منها انها تقبلها وهناك بتبدأ تتكلم معها بتقولها بصي بنتك عايشة وانا اللي خدتها من الاخر وبتحكي لها بقى الخطة كلها لما جزء رح لها واتفق معها علشان تاخد البنت لكنها برضو مش بتجيب سيرة مامتها وبتكون مصدومة ان صاحبتها اللي عاملت فيها كل ده صاحبتها هي اللي حرمتها من بنتها وبتنهار وبتمسك فيها كده وبتكونها تخنقها في الوقت ده بتوصل البطلة وبتشوفهم وهنا بيخلص الجزء الاول عزيز المشاهد فقدر اقول لك يا زعيم الاحداث الجاي هتبقى نار فكل اللي عليك ان انت تشترك في القناة يا جميل كده وتفعل الانظار علشان يوصلك الفيديو وما تنسوش برضو توصل الفيديو ده لعشر تلاف لايك علشان يا طرق ايه لا يحصل بقى بعدما يارفت ان بنتها الحقيقة ايه عايشة وبالكل عارف الحقيقة ده اللي هنشوفه في الجزء الجاي وقدر اقول لك اهلا مساء عليك يا جميل انت ويسا سلا